السلام عليكم وإهلا بكم في حلقة جديدة مع سامة نتناول فيها أهم أخبار النادي الآلي وقرة القدم المصرية وأكيد بنبدأ حلقتنا بالدعاء لأهلنا في فلسطين اللهم أنصرهم، اللهم أثبتهم، اللهم أيدهم يا رب العالمين وكذلك الدعاء للأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي ربنا يغفر لي ويرحمه وأعتقد كلكم وصلكم بيان النادي الآلي وقرار النادي الآلي وقرار مجلس إدارة النادي الآلي الصادر بالأمس تكريما لروح الراحل الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي الاجتماع كان فيه قبلها مشاورات كتيرة جدا بين الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الآلي وبعض المقربين من الكابتن محمود الخطيب كيفية تكريم الأستاذ العامري فاروق كيفية تكريم شخص يعني سقط في قلب النادي الآلي ودخل في غيبوبة طويلة جدا ثم توفاه الله القصة كانت مشاورات ثم مشاورات ولكن كنا عايزين أو النادي الآلي كان عاوز يطلع بأفضل صورة لتكريم الأستاذ العامري فاروق والحقيقة أنا شايف أن النادي الآلي أو مجلس إدارة النادي الآلي طلع بأفضل أفضل صورة لتكريم الأستاذ العامري فاروق لأن هقولك ببساطة شديدة جدا قرار أن تعمل تمثال الأستاذ العامري فاروق هو هيكون التمثال التالت في تاريخ النادي الآلي بعد كابتن مختار التتش راح مطلع عليه وبعد الكابتن صالح سليم راح مطلع عليه وده مكانة كبيرة جدا وبالتأكيد يستحقى الأستاذ العامري فاروق كذلك تحديد يوم 30 مارس لتكريم الأستاذ العامري فاروق والكشف عن سطار التمثال وأيضا إطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي في النادي الآلي وهو المبنى الذي يضم بقى ملعاب السكواش وكل الألعاب وهو أكبر مبنى يعني موجود في النادي الآلي فده تقدير لدور الأستاذ العامري فاروق وتكريم ما بعد تكريم الحقيقة رحمة الله على الأستاذ العامري فاروق أنا عارف أن بعض الناس ممكن تقول يعني القرار يعني فيه ربما بعض الشيء زي ما تناول البعض أنها مبلغة أنا بشوف أن النادي الآلي وجامهير النادي الآلي أعتقد بالنسبة كبيرة ارتضت بهذا التكريم وشافت أن الأستاذ العامري فاروق يستحق هذا التكريم وهذا التكدير فرحمة الله على الأستاذ العامري فاروق على الجانب الآخر حدثت طائرة النادي الآلي رحلة ملعبكة رحلة كده عارف أنت مش مشية مش بتزق معنا اليوم يعني بداية من أزمة كهربا وطبعا بنقوله ألف مبروك كان بالأمس زواج شاقيقته والحقيقة حضر كل لعيبي النادي الآلي اللي كانوا مستبعدين إما للإصابة أو لعدم القيد الأفريقي أو للاستبعاد الفني وكان موجود طبعا الكابتن محمد الشيناوي كابتن الفريق على رأس مجموعة اللاعبين اللي كان بتمرن في مصر وكذلك حضر الكابتن سيد عبد الحفيز ومعظم نجوم القرى وطبعا بنقول لكهربا مبروك فرح شاقيقتك وإن شاء الله يعني بالتوفيق ليهم في المستقبل إن شاء الله لكن الفترة دي والفرح شغال احنا كنا بنبحث فكرة طائرة النادي الآلي طائرة النادي الآلي اللي كان المفترض إنها تقلع من مطار الكهيرة الساعة قلنا إنها تأخرت وصورت حلقة وكان المعاد إنها توصل فيه فقلت لكم يعني وأنتم بتتفرغوا على الحلقة هتكون إن شاء الله الطائرة وصلت لمطار أقرى يعني تحط وقود وبعد كده تطلع على كماسي مسافة ماتين وخمسين تلتمين كيلو بالكتير فالقصة تبقى رحلة طائران داخلية لكن الحقيقة أثناء وجود الطائرة في مطار أقرى تعطلت أربع ساعات عن طريق يعني بتحاول إن انت فيه وقود فبتم دعم أو استضام يعني مقدمة الطائرة فالقصة خلاص الطائرة أصبحت لا تستطيع الطائران وبالتالي كان أمر صعب جدا وإجهاد شديد جدا على بعثة فريق النادي الأهلي قدر الكابتن خالد بيبو قدر طبعا الكابتن والدكتور مهند مجدي إن هم رئيس البحث طبعا مع الفريق إن هم يوفروا فندق في أقرى وده كان أمر صعب جدا ولكن قدروا إن هم يوفروا فندق في أقرى فالفريق راح منهج تماما منهج تماما وفي الوقت ده كان فيه إجراء اتصالات مع الكاف من أجل تأجيل المبرارة لأربعة وثين ساعة وأعتقد ده هيتم لأسباب متعلقة إن انت فيه ظرف قهري والاتحاد الأفريقية عملها قبل كده في دوري السوبر الأفريقية ويمكن أجل مبراتين كمان في المغرب وقت الوداد ومزينبي والترجي في الجزء اللي كان مقابل لنا في البطولة واتأجلت مباريات لأربعة وعشرين ساعة عادي جدا فأتوقع إن يصدر قرار رسمي النهاردة من الكاف بتأجيل مباراة الآلي وميدياما أربعة وعشرين ساعة وأعتقد إن فريق ميدياما لما يعرف إن فيه ظرف قهري أعتقد مش هيمانع في فكرة تأجيل المباراة لمدة أربعة وعشرين ساعة حتى التقاط الأنفاس لأن الفريق حتى يزير لحظة هو فيه أقرأ وبالتالي هينتظر ما فيش تراند داخلي فممكن ينتظر إما طائرة تأتي من مصر وتنزل في أقرأ وتحط وقود وترجع تكل الفريق لكماسي أو إن الفريق ياخد قرار الباص من أقرأ لكماسي وده يكون أمر أكثر إجهادا والقصة كمان إن أنت ما تمرنتش مبارح بالكامل فأنت هيكون عندك راحة النهاردة هتتمرن إمتى وتلعب إمتى المباراة فأعتقد أبسط شيء المفترض الاتحاد الأفريقي يقدمه لأنادي الآلي في الظرف الطريق ده هو تأجيل المباراة 24 ساعة وبناءنا عليه ودي مشكلة الحقيقة دي مشكلة إن احنا بنتعرض يعني حاجات كده تقريبا بتوع على رأس الحاج عامل حسين يعني هو يكون في حاله وتيجي كده إيه حاجة تحصل فيبقى مطالب إن هو يأجل دوري أو يأجل مباراة ويبدأ الناس تتهم إن هو بيجامل النادي الأهلي طب النادي الأهلي يعمل إيه في موقف زي ده طب النادي الأهلي لو لعب يوم السبت مباراة التلات أوتوماتيك خلاص اللي هي حقب تقول اتأجلت اللي هي مباراة الأهلي والبلدية طب اتأجلت لي لإن أهلي هيلعب يوم الجمعة إلا إذا الأهلي أجل كمان مباراة ينجل أفريكانزو وخلها يوم السبت يبقى الأهلي ممكن يلعب الأربع ويلعب السبت هل الاتحاد لأفريقيا هيأجل مباراةين أنا شكد إحنا عاشمانين لسه وبنتمنى أن هو يأجل هذه المباراة لمدة 24 ساعة ولكن ببقى إننا تكلمنا عن جدول الدوري والحاج عامل حسين وهيب عبدالهادي تدخل بشكل واضح جدا ليمنع الحرج عن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي أزة مالك عندما توجه بسؤال للحاج عامل حسين بيتم سؤال للحاج عامل حسين عن جدول الدوري هيخلص إمتى الراجل قال لهم أنا في حاجات بتحصل أنا ما كنش مستعد لها أو بمعنى صح مش بتاعتي يعني الاتحاد الأفريقي بيحدد موعيد وبيرجع يتراجع فيها تاني فالكابتن أحمد سليمان قال له لأ الاتحاد الأفريقي ما بيحددش موعيد ويرجع يتراجع فيها تاني الاتحاد الأفريقي محترم وموعيده سابتة أم قال له مثال بسيط جدا قال له النادي الأهلي وهو فيه موجود في السوبر الأفريقي 25 يوم حاجة من الاتنين يا إما أوقف الدوري كله وأوقف كل الفرق لما النادي الأهلي يخلص الارتباط ده ونبدأ نلعب الدوري مع بعض وده ضرر على الفرق يا إما هيحصل اللي انتوا شايفينه ان الفرق تلعب والنادي الأهلي يتأجل له مباريات طب النادي الأهلي لاعب في السوبر الأفريقي بس لا ده لاعب كمان 15 يوم في كأس العالم الأندية 40 يوم انت محتاج اتوقف فيهم الكرة المصرية عشان النادي الأهلي ينتهي من يعني مشاركاته الخارجية سكة الكابتن أحمد سليمان قال له الأهم كمان قال له مباراة شباب بولوزداد مباراة شباب بولوزداد كانت في شهر 12 ويتقال لو الأهلي عدى للتحاد تحاجت ده في كأس العالم الأندية هيتم ترحيل مباراة شباب بولوزداد فجات يوم 16-2 أنا كنت محدد الأهلي والزمالك 15-2 المفترض كده الاتحاد الأفريقي منتظم في موعيده وأيضا ضرب له مثال بمزينبي مع بيرامدز اللي ما يقدرش بيرامدز يلعب يوم 28 وبالتالي الأهلي ما يقدرش يلعب يوم 28 عشان تم تقديم موعد المباراة يوم فعلى طول أموهيب عبدالهادي عشان قبل ما يقفل السكة دي مباشر معضو مجلس دارة نادي الزمالك عشان تتضح السورة للجميع أنا عايزة أسألك بالسؤال هو أحسام حسن طلب تأجيل الدوري هو أحسام حسن طلب أن الدوري السنة اللي جاي هيكون عدد فرق أقل هو أحسام حسن هو أحسام حسن وراحل سكة بعيدة جدا وما غير تماما دفة الخوار ليه؟ لأن دفة الخوار كانت بتسقط كجذوبة اسمها النادي الأهلي بيتعرض لمجاملات بتأجيل مباراة الدوري لما تحطت الأرقام لما جاء القائم بعمال رئيس لجمة المسابقات عضو مجلس دارة تحت كرة القدم المصري أمام عضو مجلس دارة نادي الزمالك مهيب على طول تدخل لإنقاذ عضو مجلس دارة نادي الزمالك لكن هي دي الصورة الحقيقة الواضحة تماما اللي عنده وقت النادي الأهلي يقدر يلعب فيه يقول لنا عليه اللايحة واضحة رابع يوم خارج الملعب تالت يوم داخل الملعب عندك مباراة تسكن فيها النادي الأهلي يوم تسكن فيه مباراة النادي الأهلي بالله حقول ما عندكش بتلتز بالصمت وتبص على مباراة فريقك على مدار من بداية الموسم حتى الآن هتلاقي فرق بينك وبين الأهلي اللي انت شايف ان هو مريح ثمان مباريات يبقى الصمت لو سمعك لأن النادي الأهلي سافر سبع سفريات خارج مصر نادي الزمالك سافر سفريتين برمز تقريبا تلاتة او او اربع سفريات نفس الكلام لنادي في يوتشر كل الفرق معدتش عشرين مباراة النادي الأهلي تلاتة او عشرين مباراة من بداية الموسم ولسه فيه ناس ممكن تتكلم في قصة تأجيل جدول الدوري لكن عجبني الحقيقة حاجة عام حسين لما مرضاش يلدي موعد نهائي بقى فكرة انتهاء الجدول الدوري والأمر هيبقى مرتبط بفكرة الفرق اللي هي مكملة في فريقيا دي مشوارها يوصل لفين وان شاء الله مشوار النادي الأهلي يصل للنهائي ويصل الى كأس البطولة بإذن الله المحببة الآن لجماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي حامل الرقم القياسي بسبعتاشر باحداشر يا سلام يا رب نتكلم بدري كده ونقول عندنا سبعتاشر بطولة دوري أبطال أفريقيا باحداشر لقب دوري أبطال أفريقيا نشوفكم على خير دائما وابدا يبقى النادي الأهلي منتصرا يبقى النادي الأهلي فوق الجميع سلام